فيديو جديد ويا ربيكم مفيد جايبالكم النهاردة زيت لبان الدكر لشد التجعيد وكمان لتفتيح البشرة وإزالة الصبغات اللي بتبقى في البشرة جميل جدا حاجة طبعية من صنع الرحمن وتقولي بقى وداعا لعمليات التجميل وشد الجلد حاجة بقى طبعية لإزالة التجعيد من جميع أماكن الجسم هنسمي بالرحمن ونشوف وصفتنا إزاي حنعملها معانا دلوقتي حوالي ربع كوباية من لبان الدكر زي ما انتوا شايفينه واللي ما يعرفش شكله قدي شكله هو في الفيديو يعني ما شاء الله ده جميل جدا طبعا احنا عارفين ان احنا بنصرف كتير جدا لما حد يروح مثلا يعمل عمليات لشد الجلد بتاع البشرة وممكن كمان العمليات ده بتفشل احنا بنعمل حاجات طبعية وحتلاقيها في كل بيت ونديجتها يعني ما شاء الله هتيجي ان شاء الله في كومنتات وحتقوليلي ايه رأيك من اول استعمال يعني وصفة مجربة اه انا خدت حوالي ربع كوباية من لبان الدكر وطحنته بقى بالمنظر ده انا عايزاه بودرة او بودر زي المنظر ده زي ما انتوا شايفين بعد كده يا حبيب قلبي هاجيب برتمان هحط فيه اللي هو ايه مقدار اللي انت عايزاه عايزة تعملي منه كمية صغيرة خالص وتجربيه انا يعني الحمد لله بفضل الله جربته ماشاء الله عليه وانا ما بعملش حاجة في الفيديو اللي ما يكون متأكدة منها ومن نتجتها اه انها بتبقى كويسة لولا بعمل الفيديو عشان زي ما استفد افيد غيري اه هناخد بقى زي ما انتوا شايفين اه هحط بقى ايه في البرتمان احط الكمية اللي انا عايزاه انا طحنته كله هاخد منه حوالي انا عندي ده برتمان صغير فايه قلت احط نص بس تمام بعد كده يا حبيب قلبي هحط عليه اي زيت عندك انا مش عايز اكلفك يعني لو عندك زيت درة ماشي اه زيت لوز حطي اه زيت زيتون حطي يعني الزيت المتاح عندك والمتوفرة عندك في البيت حطي اه بحط طبعا اه حوالي كمان ربع كوباية من الزيت زي ما انت شايف هقلبه وهشوف يعني ايه المقدار اللي انا عايزاه لازم اقلب كده كله مع بعدي وعايزاه فوق لبان الدكر بشوية زي ما انتوا شايفين هقلبه عشان بيبقى ايه طبعا اه ماسك من تحت وانا عايزة بقى ايه كل الخلاصة انا ممكن كنت احطيته سليم زي ما هو لا بالعكس لما تتحنيه كل الفايدة اللي في البن الباق الدكر هتطلع بقى وتشبع مع الزيت وعايزة اقولك برضو ان لازم كلنا نستعمل الزيت ده هتشوفي بقى نظرة البشرة ونعمة البشرة وكمان اه طبيض وتفتيح وشد الجلد وانصح كل فتاح حتى بتشوفني لو عندها اه فوق العشرين سنة تبتدي تحط وتحتني في البشرة بالبشرة من دلوقتي عشان علامات التجعيد ما تظهرش بدري وطبعا البشرة ممكن تتأثر بالشمس او ممكن التغذية بتكون نس سليمة اه الارهاق بيأثر على البشرة فلازم اه بنعمل حاجات طبيعية من البيت اه بتجدد البشرة بتشد البشرة وكمان الزيت اه للمعلومة زيت اللي بان الزكر بينفع برضو للشعر ممكن تاخذي منه شوية واضفيه على اي زيوت انت بتستعمليها وستدهني بها الشعر وبينفع للرجال والنساء دلوقتي بنحطه في حمام مية زي ما انتوا شايفين انا عايز المية تسخن عليه تمام وبعد كده بعد ما تسخن اه يعني هتوصل لدرجة الغليان اروح طفية النور وهكرر العملية دي حوالي ثلاث مرات تبرد المية اروح مسخناها تاني وبعدين قطفيها يعني ثلاث مرات بكرر العملية دي زي ما انتوا شايفين وحنشوف بقى ايه بعد المدة بتاعتها وحنشوف ازاي هنستعمله بس بقى لو اول مرة بتشوفي القناتي ما تنسينيش تدعميني بلايك وكمان اشتراك واللايك بقى عشان اكبر كمية تشوف الفيديو ده زي ما انتوا تستفيدي غيرك تستفيدي وتابعيني الاخر الفيديو عشان برضو هنعمل ماسك جميل جدا بتستخدميه قبل ما بتستخدمي زيت لبان الدكر تمام؟ انا خلاص كده اه خلاص كده ثلاث مرات اعملت له حمام المية الساخن بعد كده برجو برجو بشيلو عندي في المطبخ لمدة اسبوع بس اروح جاي عليه لازم ارجو كده لازم يترج عشان يختلطوا الزيوت كلات الشبع من بعديها واحتفظ به لغاية ايه اسبوع بعد الاسبوع هنشوف هنعمل ايه وحنعمل ان شاء الله ماسك بقى جميل جدا هتشوفيه معي بيغز البشرة بيفتح البشرة بيشد برضو الجلد رهيب جدا برضو هنستخدمه مع زيت لبان الدكر جبت بولة زي ما انتم شايفين هجيب معي بيضة انا عايزة بياض البيب وممكن ماستخدمش يعني كل بياض البيب يعني ممكن استخدم معلقة صغيرة من بياض البيب زي ما انتم شايفين المسك ده يا حبيب قلبي ممكن لو كتير عندك ما ترمهوش يعني ممكن تستخدمي جزء منه وان فضل جزء بتغطيه باي ستريتش او كيس عندك وتحطيه في التلاجة وترجع تستخدميه تاني مش هيجرله اي حاجة بعد كده انا ايه برج كده برب بياض البيض بفكه معي خالص كده زي ما انتم شايفين حلو جدا برضو يعني جربته بيفتح البشرة وبيشد كمان الجلد جميل جدا بتحط عليه معلقة صغيرة من الزبادي ولو ما عندك زبادي مثلا ايه قشطة او وش اللبن الكريمة اللباني بتاخده برضو معلقة صغيرة يا معلقة الزبادي يا القشطة اللي انا بقولك عليها بتحطيها برضو بتحط بقى ايه معلقة من النشا النشا ده مبيد ومفتح ومنعم للبشرة رائع عملنا الخلطة الجميلة دي وحنيجي بقى ايه على البشرة بتاعتنا ممكن على ادينا برضو وعلى بشرتنا حنستخدمه بالطريقة دي حنفرده تمام حنسيبه المدة ربع ساعة على البشرة حنلاقي البشرة بتاعتنا اتشدت نحس كده ان بشرتنا بقت مجدودة بعد كده هوت يا حبيبي حنخسله بقى بمية دافية وحنشرف البشرة بتاعتنا يعني كده جميل جدا زي ما انتو شايفين انا حطيته زي ما انتو شايفين اما بينشف معايا بقى بتلاقيه مشدود بتلاقي البشرة البشرة اتشدت بعد كده غسلت طبعا البشرة عندي ايدية او وشي وحياخد نقطة بس برجه برضو تاني زي ما انتو شايفين هو بيبقى مترفس بتاعت انا مش بفضل اني اصفيه انا بخليه زي ما هو كده وباخد منه زي ما انا عايزة بعد كده باخد بقى النقطة اللي انا عايزها نقطة صغيرة خالص وبوزها على البشرة حتستعملي قد ايه يعني ممكن تستعمليه قبل النوم يعني بعد العيشة كده تدهني البشرة هتلاقي الزيت بس افضل حاجة كمان المسك ده مش هتعمليه كل يوم هتعمليه حوالي مرة او مرتين في الاسبوع انما زيت لبان الضكر ده هيستعمل يوميا بتخسل البشرة كده بمية فترة وبعدين بتنشف البشرة وبعدين بتدهني نقطة واحدة بس وحتوضعيها بشكل دائري كده اكنك بتعملي مساج على البشرة وحتلاقي يعني ما شاء الله عليه حاجة طبيعية بقى لا هتغرمي فلوث ولا هتروحي بقى عمليات التجميل كل ده انسي حاجة من صنع الرحمن الحمد لله رب العالمين على صنع يعني عطيه حاجة طبيعية مدهنة واحنا ما نعرفهاش احنا بقى بنفتش عليها وبنجابها لكم كده عشان تعرفوها هندهن بيه كده زي ما حضراتكم شايفين وبتركه طبعا على البشرة يعني طول الليل للصبح عادي خالص البشرة هتمتصوا والصبح هتلاقي وشك بقى ما شاء الله منور والبياض البياض ناسع وكمان يعني حتى اللي عنده حبوب يعني بيزديل قصار الحبوب بيفتح البشرة بيشد البشرة يعني ما شاء الله علي كده يا حبيبي وصلنا لاخر الفيديو ياريت بقى توصلوا الفيديو دوت لالف لايك وتشيروا لكل اصحابكو حبيبكو وتقولولي من انهي بلد انتو بتطبعوني وعايزة كومنتات بقى المحفزة بتاعتكم احلى اخوات في الدنيا انتظرون ان شاء الله الفيديو جديد كان معاكو يوميات ورنفلة وافكارها واخر حاجة حبيبي بيقولكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة